السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدالس بور مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن مقدمة صغيرة ونخليكم مع الفيديو نقولكم ما ترطيوه شهد الفيديو خوتنا لازم تسمعوا مليح ناصر عامر ناصر عامر هده محل الجزيرية وان تيفي هديك كان تكلم تكلم عدة امور تكلم على جمال بالماضي تكلم على بيتكوفيج تكلم على بن طالب وتكلم على رياض محرز وخاصة على جمال بالماضي لي قالهم انا احبه حبه من حبه وكرهه من كارهه وخروج جمال بالماضي بهذه الطريقة ليس سمم شحة جمليحة قال لك راني حاير دو كيفاش خرجوه بهذه الطريقة لانه كل بساطة جمال بالماضي جابنا كاس افريقيا الفين وتسعتاش اللي كان عدنا من الف وتسعمية وتسعين ما جبناهاش معظم الجمهور رياضي الجزائري حاير كيفاش خرج جمال بالماضي بهذه الطريقة وقالهم جمال بالماضي لليوم رو ساكت وما هدرش وما زادش هدر الى يومنا هذا تابعوا معنا الفيديو وننصحكم باش تشوفوه خوتنا وعطونا تعليقاتكم وبكل احترام هذه الدورة هي اسوأ دورة من اللي نعرفها يعني هذه عشرين سنة الاخيرة اسوأ تنظيم في هذه الدورة نظام سيء لما تذكر انت قاطر على ما ذكرت الجزائر في الشان دينا جابنا انا نشوف نظمة الجزائر للشان هذا والله جاني احسن منه ما كانش عدنا عيوب احنا بالاضافة تاعك استاد ناصر ما الذي كنت تريد ان تضيفه في هذه النقطة لا انا كنت تكلمت ولا لما كان جابوا المدر بهذا الجزائر كنت يتكلموا على المنتخب السويسري وش قلت لك قلت لك المنتخب السويسري يملك لعبين من طيراز عالي كلهم ينشطون في البطولات الاوروبية كان البعض يقول لك هادي خدمة بيتكوفيتش ما وردت قلت لك هادي خدمة بيتكوفيتش يخدم غليكي بتاعنا تمسخر بينها ينسف انا اولا غالما ليش حاب ندخل الفريق الوطني خلينا نكمله التم هادي العامل اللي هو اللي عمل به المدرب هادة تعالى سويسرا الان نعم هو عامله مش عامل بيتكوفيتش اه احنا كي قلنا هذا العامل تعب الماضي يخليه لي جوار قليك مش العامل تعب الماضي لكن اتذكر جيدا مثلا في مونديال في مونديال اخير بقاطر المغرب عندما وصلت لدون اسمها يقول لي هاداك عامل حليلوزيتش وانتذكر تصريح تعالى حليلوزيتش احنا اقول نعمل في الجزائر لا لا في المغرب كي ركراكي احنا حتى في الجزائر اقول حليلوزيتش انا بالنسبة لي من احسن المدربين في العالم ولماذا الان تقول بانه ليس عامل بيتكوفيتش في سويسرا مهوش عامل تعالى بيتكوفيتش هلاندوم اللي يحب اسم سويسرا كنفتا قاعد بيتجابوه الجزائر اخويا عامين وزيادة وحابس مبعد جابوه الجزائر جابونا على كما يقولوا مدرب عالمي كما هم يقولوا هم مدرب عالمي يدرفت غدوة الزعاف يدرفت شكوره ويراح هاو المدرب العالمي وننذكرك ان شاء الله يوسف لانه الوقت ليس في صالحنا واحنا رانا على ابواب يعني تعالى المونديال لا الوقت في صالحنا مادم اجلت كأس من افريقيا وسبطنبر ستكون مباراة تحرارية لا يوسف الله شو بين الوقت في صالحنا الوقت في صالحنا احنا نعم لما كان هذا الناخب بالنتائج الفارض كان بالنتائج توع وكله كما يقولوا نتائج كبيرة كان الكل يطالب به بالراحيل كي جاء هذا المدرب اصبح من هبه ودبه يقول لك هذا المدرب حتى وما يلحقس الكأس افريقيا ويخرج من كأس العالم عنده الكنتراتياء وكملها حتى الالفين وستة وعشرين نحن نحبونها نحن لا نحبها ما قال هذا هناك مجنون لا لا ليقول لك ما عليش ميت اهلش كأس من افريقيا هذا ينسان مجنون في عالم تحرير والله غير شفتها وسمعت يعني هنا نشوف ونسمع في الصورة ميسي غرافة يوسف ما نقول لك شاناش كون قال ما طيحنيش على راسي يا يوسف مش نفهمك من الاخر هو ما يخدموا خدمتهم ولكن نعم أنا إن شاء الله بالنية والإخلاص ديالي أنا ما كان حتى واحد يعطيني ولا أنا السنة ما عنده واحد يعاوني ولا أنا نجي نخدم حصة ديالي للشباب ديالنا الكريم للشعب ديالنا الجزائري أنا ما عنديش مصلحة ما عنديش مصلحة في الفيدرالية ولا عند الوزارة ولا ما عنديش الحمد لله نجي نخدم بالنية صادقة نعم رسالة وصلت أنت تتحدث على أولاء الناس الذين يدعموا المتخب لي ربما أهداف خاصة فقط تخديمهم يوسف أنا لست أطياب الناس والله غيرا نقولها لك بصح والله ما نحب نكسر قلب تا واحد ما نيش أطياب الناس بصح ما نحابش يوسف عليك ولا على أي إنسان كان عندك ليك ما عندكش ليك فاقير ليك ما شي يعني الإنسان لي يقدر يعاوني يعاوني ما نكسرش خاطر تعراجم هذه أنا مزلي لدوك جسوي بليسي كيفاش خرج الناخب هاد الوطني كيفاش خرج من الجزائر مشيك يحبس كيفاش خرج خرجوه أنا جيس كامان وشوي بليسي لأنه أنا جزائري ماليش مش نقول موضوعنا ونبقى في الموضوع التاعك ماليش ولي اللور ولي نعم منتخب لما إن شاء الله كي نحروا العقول التاعنا اللي رهم أشق من تحرير حقل لإحنا العقول التاعنا ما هيش متحرة يعني يوسف لما كن يعني العقل تاعنا نحن في البلاطوهات يكون بالإيجابي أي لاعب في أوروبا يجيك للجزائر بدون نقاش إحنا ما زلنا ذلك الخوف تعالى لماذا زالوا اللعبين هذو مزاودي الجنسية لماذا هم مش قادرين يدخلوا للجزائر خايفين خاصة من ضربة هذه اللخرة تعالى المدرب لا ما حدث أيضا مع فوزي غولهم سابقا هناك العديد من الناس التي تطعن في وطنية الغير هاوش حبيت أقول لك الناس يجب أن ينعوا من البث في القنوات التليفزيونية حدنا اللعبين سابقين للمتخب والأندية جزائرية شوف يوسف احنا ذلك أنا واحد كيما أنا أنا لا أظن أن القوة ديالي باش الرد على أشخاص لازم نكون القوة تاعي هي الصمت ربما كي تكون صامت وغافل ربما الناس هذي تولي للتريق احنا لما الرجع ومش يمليح هاو مسكين طاح مسكين مريدها داي شكو راح يشوفه إلا الله سبحانه وتعالى ما علينا إلا بالدعاء ربي يشافيه ويعافيه هذا وش نقول يوسف نعم إن شاء الله ربي يشافيه ويعافيه طبعا هي مجال رسالة أيضا لأنه يجب يجب على الهيئة الكروية والاتحادية أو في المباراة المقبلة للمنتخب وحتى في نهاية التفاتة فقط لهذا اللاعب الذي قدم الكثير للكورة الجزائرية تكريم بسيط أو وقوف على ربما ما قدمه هذا اللاعب للمنتخب الوطني الجزائري لأننا معروفون بنكرار الجميل لذلك لا يجب أن ننسى فضل من أحسن إلينا أتحدث عن نبيل بن طالب وتصرف بسيط فقط مثل هذا سوف يزيد فيه المسل أنا أولا لما نهضر هكذا يعني لحمية شوك لي أنه أنا مؤمن وما نشعرف نشوف هكذا هذو كلي كريتيك قراب سيغلي بلاتو سيغلي لزانتخيناغ أحرز البارح ما كانش مليح فيه بلاتوهات كي ما عيطلوش ناظم المدرب هذا كيف أحسن اللاعب في العالم وحسن كده وحسن كده يعني ليكون قدامك تهينو كي غيب تحوس عليه هالباب اللي نقول لك علىها يوسف القناعة لازم تكون قانعة وش عاطيك ربي ما تديش دي كريتيك باش تصور ولا باش كده أنا شوي بائل أنا ما نشع مع الناس هذو اللي يحبوا يديروا انباز بلعب ولا بمدرب ولا بكده أنا من محبي بالماضي حبة من حبة وكريهة من كريهة اللي يوم راح ان شاء الله ربي ينجحوا راهوا صامت الراجل ما عمره مرد يعني هامسكيندوك هادا كي مرد ها ولا بالما بنطالب ولا مليح دوك المرد ما كاش يتمناه المرد ما كاش الإنسان ما تمناهش لعدو كي ما يقول لكن القيمة القيمة تعال إنسان لما يحبوك الناس براه ماشي الكرسي الكرسي حكم وكرسي يجمر ولكن القيمة تاعك الحقيقية لما تشوف الناس تحبك وما عندكش ربي شايفين أخونا الله مامين الله مامين إن شاء الله حبينا ولك راحنا جبل والماضي أخفقها وأصابها لكن الإخفاقات كان عليها كان فيها وعليها الإخفاقات ما كانش حق ذاك برك أنا نبقى منشهاد في كلامي ما كانش حق ذاك برك إخفاقات كانت ممنهجة من طرف حكام فارقة اللي راكوشتو طفل صغير يعرب بلي كانوا دي بينات يوم ما نعبدوش نولوه كانت فيه حيل على الفريق الوطني أنا داك وأنا نقول جمال بالماضي صح لحد الآن ماذا ما تكلمش وما كانش لازم علينا نخرجوه بهذيك الطريقة أخوتنا الكرام أو تكلم ناصر عامر كل شي عندكم حق الردوة بكل احترام لأننا بكل بساطة نتكلموه باحترام شاركوا معانا بقناة عبدالسبور فعلوا تجارس سلام